اكدت سعادة الدكتورة الشيخ رانا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة على أن المعهد حريص على مواكبة الرؤى الوطنية الرمية إلى جعل المملكة تحقق الصدارة الدولية في كافة علوم الإدارة العامة جاء ذلك بمناسبة حصول المملكة ممثلة بمعهد الإدارة العامة على الاعتمادية الدولية من قبل الاتحاد الدولي للكوتشينج وأشارت سعادة الدكتورة الشيخ رانا إلى أن استراتيجية عمل المعهد ترتكز على جعل كافة خدماته وبرامجه تتماشى مع المعايير الدولية وأوضحت أن برنامج إعداد القائد الكوتش تم تصميمه داخليا من قبل كوادر المعهد بما يلبي الاحتياجات المحلية ويرتقي إلى المعايير الدولية مما ساهم في جعل المعهد المؤسسة الأولى خليجيا التي تحصل على الاعتمادية الدولية من قبل الاتحاد الدولي للكوتشينج مضيفة أن هذه الاعتمادية ستعزز من دور المعهد كمركز دولي معتمد لتقديم خدمات الكوتشينج للقطاع العام والخاص في مملكة البحرين وقالت سعادة الدكتورة الشيخة رانا أن برنامج إعداد القائد الكوتش هو برنامج تدريب متكامل معني بتطوير مهارات الكوتشينج لدى المدرى ورؤساء الأقسام في القطاعين العام والخاص وتمكينهم من إرشاد موظفيهم نحو الأهداف المؤسسية الأمر الذي يحقق مستوى أداء مؤسسي متميز ويسهم في رفع كفاءة ومستوى الأداء والعمل في القطاعين العام والخاص